أعوذ بالله من السيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقموم حسبانه والنجم والشجر يستدام والسماء رضعها ورضع الميزان ألا تطعوا بالميزان وأقيم الوسن بالقفط ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للهلام فيها فاكهة والنخل ذات الأكهار والحمد الأصلي والريحان فبأي آلاء ربكما تتذبان خلق الإنسان من صلصان كالخطار وخلق الجنة من معذ جب من خلق الله فبأي آلاء ربكما تتذبان رب المشرطين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تتذبان فرد البحرين يلتطيان بينهما برسط لا يتذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان يطرد منهما النوع والأرجان فبأي آلاء ربكما تتذبان وله الجمال المنشآت للبحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تتذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربكما الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تتذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شحر فبأي آلاء ربكما تتذبان سنبرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تتذبان يا معشر الجن والإنس إن اتقعتم أن تنفذوا من حقار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تتذبان يرسل عليكما شهد من نار ونحاصنوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تتذبان فإذا انشط السماء فكانت وردته كذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسوا ولا جان فبأي آلاء ربكما تتذبان يرسل المجرمون بسيما ويأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تتذبان هذه جهنم التي يكذب لها المجرمون يقوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تتذبان ولمن صاد مطار ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تتذبان دوا داخلان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تتذبان والتكئين على فرشه فطائرها من استبرقا وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما قاصرات الطرف لم يتمثه النحن قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تتذبان كأنهما اليابوت والأرجاء فبأي آلاء ربكما تتذبان الجساء والإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تتذبان فمن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تتذبان من دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تتذبان فبأي آلاء ربكما تتذبان فيهما عينا من الضافطان فبأي آلاء ربكما تتذبان 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 اشتركوا في القناة